اكشف نتائج التحقيق في اختراق وكالة الانباء القطرية وتقول ان الموقعين المستخدمين في العملية مصدرهم الامارات اصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوة الاحتلال الاسرائيلي عند باب الاصباط وتعزيزات امنية اسرائيلية عشية مسيرات جماهيرية نصرة للاقصى الادارة الامريكية تقرر وقف برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المسلحة ومقتل خمسة وثلاثين من قوات النظام في كمين للمعارضة في الغطاة الشرقية نابكن مشاهدين الى هذه النشرة من التلفزيون العربية البداية من ملف الازمة الخليجية اذ كشفت وزارة الداخلية القطرية عن تفاصيل عملية اختراق موقع وكالة الانباء القطرية واضحت الازارة في مؤتمر صحفي بالدوحة ان الموقعين الذين تمت عبرهما عملية الاختراق مصدرهما الامارات مشيرة الى ان التحقيق اظهر دخولا لافتا على المواقع القطرية من بعض دول الحصار لاسيما في دولة الامارات واكدت ان النيابة العامة القطرية بدأت بتحريك دعو قضائية ضد منفذ عملية الاختراق كما قالت الداخلية القطرية ان لديها ادلة كثيرة على من قام بالعملية وتحتفظ بادلة اخرى حرصا على ان لا تؤثر في عملية التحقيق للمزيد من المتابعة ينضم الينا من الدوحة الاكاديمي والمحلل السياسي علي الهيل اهلا وسهلا بك استاذ علي اذا الداخلية القطرية تؤكد ما ذهبت اليه مصادر عدة من بينها واشنطن بوست ايضا مصادر استخباراتية هل نحن الآن إذا قضية دولية ضالعة فيها اطراف عدة من بينها دول محورية في دول الحصار وبالتالي القضية الآن هي قضية ارهاب دولي نحن الآن بات لدينا حشد هائل من الادلة القاطعة والبراهين الصاطعة على مستويين على المستوى المتعلق بالاختراق الالكتروني بعد منتصف ليلة الثالث والعشرين من مايو ايارة والتي وصفتها بأنها كانت ليلة القبض على الشرف الاعلامي وعلى المستوى الثاني وهو تورط دولة الامارات العربية المتحدة في قضايا ارهابية هذا الحشد الهائل من الادلة لم يأتي فقط اليوم من خلال المؤتمر الصحفي للفريق الفني لوزارة الداخلية القطري الذي عني بجمع المعلومات وحالة الادلة على النائب العام في حسب بل جاءت أيضا من الان سي بي تلفزيون الان سي بي اكد وفقا لمصادر من مسؤول استخباراتي في الولايات المتحدة الأمريكية ان الامارات العربية المتحدة وانا اريد هنا ان لا اعمم وانما اقول امارة ابو ظبي حتى فيما يتعلق بتصريح المؤتمر الصحفي القطري اليوم في الدوحة هو امارة ابو ظبي اما الامارات الاخرى فانا ارى انها امارات محايدة ايضا نعم ايضا صحيفة الواشنطن بوست اتهمت دولة الامارات العربية المتحدة بالارهاب الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا اولاند اتهم دولة الامارات العربية المتحدة بشكل مباشر وقال بما لا يدعى اي ريبة واي مجال الشك ان حكومة ابارة ابو ظبي دفعت بالحكومة الفرنسية سبعة مليارات لمحاربة الجماعات الاسلامية في جمهورية صحراء مالي وهذا الاختراط ترتبت عنها تدعيات عدة في المنطقة سيد علي لو تفضل وتسمح لي وبالتالي برأيك كيف يمكن ان يؤثر ذلك الآن على مصارات الازمة الخليجية برأيك انا ارى ان الازمة الخليجية بدأت تلملم اوراقها ونحن اليوم نتجه في اتجاه انفراج هذه الازمة خاصة بعد ما نقلته نيويورك تايمز منذ يومين عن المندوب السعودي في الامم المتحدة ان دول الحصار لم تعد تعنى باغلاق قناة الجزيرة او اغلاق القاعدة التركية او التقليل من سقف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها بين دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك تراجع انور قرقاش في لندن منذ يومين كذلك عندما قال وهو نقيض لما قاله في بداية الازمة قال اننا لم نخير شركائنا التجاريين بيننا وبين دولة قطر وهذا مناقض تماما بما قاله في بداية الازمة فيما يبدو ان اطراف اخرى في الازمة الخليجية ومن دول الحصار تقول بانها غير مستعدة لان تحل هذه الازمة في الوقت القريب ولا تمانع ان يطول امدها برأيك الان ما هي الخيارات الممنوحة امام قطر والممكنة امام قطر لرفع هذه القضية امام المنتظم الدولي وعلى الاقل المحاكم والمنظمات الدولية مراسلون بلا حدود في فرنسا المؤسسات القانونية والحقوقية التابعة للامم المتحدة وحتى تلك المستقلة عن الامم المتحدة اكدت جميعها لوزير الخارجي القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عندما زار نيويورك قبل اربعة اسابيع بان من حق دولة قطر الشرعي والقانوني ان ترفع دعاوة ضد دول الحصار ضد المطالب وضد الحصار البري والبحري والجوي لان الذي حدثه هو خرق واضح لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الاكاديمي والمحلل السياسي علي الهيل كنت معنا من الدوحة في هذه الاثناء اصدر امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مرسوما ينص على تعذيل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب وتضمن المرسوم تعريف الارهابيين والجرائم والاعمال والكيانات الارهابية تجميل الاموال وتمويل الارهاب كما تم بموجب المرسوم استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للافراد والكيانات الارهابية وتحديد اجراءات ادراج الافراد والكيانات على اي منهما وبيان الاثار المترتب على ذلك بالاضافة الى تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الادراج امام محكمة التميز قالت اكارة الانباء القطرية ان المرسوم الذي اصدره الامير قضى بتنفيذها وان يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أفد مرسل التلفزيون العربية بإصابة عشرات الفلسطينيين جراء تفريق جيش الاحتلال الاسرائيلي للمصلين المتجمعين عند باب الاصباط أحد أبواب المسجد الأقصى أذو اندلعت هذه المواجهات بعد إقامة مئات الفلسطينيين صلاطي المغرب والعشاء أذو تعزز قوات الاحتلال الاسرائيلي من تواجدها في محيط القدس العتيقة حيث يعتزم الفلسطينيون غدا تأدية صلاة الجمعة عند أبواب المسجد الأقصى رفضا للأبواب الإلكترونية التي نصبها الاحتلال على مداخل الحرم القدسي الشريف وقد ذكرت صحيفة دعو تحرانوت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث حظر وصول فلسطينية داخل إلى القدس غدا في غضون ذلك دعت فصائل فلسطينية ومرجعيات دينية إلى النفير العام يوم غدا الجمعة نصرة للأقصى بعد تصاعد الاعتداءات عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية فقد دعت قيادات دينية إسلامية ومسيحية وكذلك فصائل وطنية فلسطينية دعت الفلسطينيين إلى التوجه إلى القدس غدا والمشاركة في صلاة الجمعة في أقرب نقطة من المسجد الأقصى كما ندت فصائل العمل الوطني لحشد المواطنين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية في فعاليات احتجاجية للتصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلية من جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعا الجماهير العربية والفلسطينية والإسلامية إلى النفير العام وأكد أن الأقصى والقدس خط أحمر وأمن إجراءات الاحتلال لن تمر مؤكدا أن حركة حماس وقوى المقاومة لن تسمح بتمرير الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد المقدسات اليوم نحن إذ نحيي أهلنا المرابطين في ساحات المسجد الأقصى وفي شوارع القدس والذين يتعرضون لأبشع أنواع الإرهاب الصهيوني نوجه النداء لأبناء الأمة العربية والإسلامية أن يجعلوا من يوم الجمعة نقطة تحول في معركة تحرير الإرادة العربية والإسلامية وفي معركة تحرير القدس والأقصى كما شارك ألاف الفلسطينيين في قطاع غزة في مسيرة جماهيرية انطلقت من مقر الأمم المتحدة نصرة للأقصى ورفضا للإجراءات الإسرائيلية ضد المقدسات ورفع المشاركون في المسيرة التي دعا إليها أنصر القيدي المفصول من حركة فتح محمد دحنان رفعوا صورا للأقصى ولافتات تنذذ بالإجراءات الإسرائيلية ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى وطالب المشاركون في المسيرة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها في محيط الحرم القدسية من القدس ينضم إلينا منصق اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد خدر دبس أهلا وسهلا بك سيد خدر إذن غدا دعوات للنفير العام احتجاجات عارمة سوف تكون في القدس المحتلة وأيضا باقي الأراضي الفلسطينية هل تتوقعون تفاعلا كبيرا من الفلسطينيين وخاصة المقدسيين خاصة بعد هذه الإجراءات التي وصفت بغير المسبوقة التي يتعرض لها الحرم القدسي يعني مساء الخير لكل المشاهديين يعني أيضا إضافة لما ذكرتم في تقريركم أيضا حركة فتح دعت إلى اقتحام البوابات وترميمها وتحطيمها على لسان عضو اللجنة المركزية إلى حركة فتح السيد جمال محسين وأيضا بيان من إقليم حركة فتح في مدينة القدس إلى التصدي لكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس كل القوى الفلسطينية والوطنية والإسلامية جميعها في مدينة القدس هي على قلب رجل واحد دعوات محترمة لرفض الإجراءات الإسرائيلية الكل ملتزم بالمرجعيات الدينية والوطنية في مدينة القدس سكان وأهالي مدينة القدس مستمرون في القدوم إلى المسجد الأقصى وإعلان رفضهم لكل هذه الإجراءات بدايتها وضع البوابات الأمنية الإلكترونية على مداخل وبوابات المسجد الأقصى المبارك إذن الكل الفلسطيني مجمع على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته نحن مصرون بالاستمرار مهما طار الزمن هل هناك أي مخاوف من انفجار الوضع غدا في القدس خاصة وقد تابعنا في سياق الخبر الآن إجراءات واستعدادات أمنية كبيرة تجريها سلطة الاحتلال الإسرائيلي داخل القدس واجتماعات متواصلة الآن لرئيس الوزراء الإسرائيلي سواء مع قادة الشرطة والجيش للتعامل مع أي وضع مستجد غدا في مدينة القدس يعني سكان وأهالي مدينة القدس هم غير معنيون بالتصعيد لكن الاحتلال الإسرائيلي هو من أججى الوضع هو من صعد الأمور هو من ذهب بالأمور إلى درجة عليا من الغليان هو الذي فرض على شعبنا الفلسطيني في هذه الأثناء المقاومة لكل إجراءاته الإسرائيلية هو من بدأ بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ووضع البوابات الأمنية الإلكترونية هو من سيطر على مكاتب الأوقاف في داخل المسجد الأقصى هو من يسيطر على ساحات ومصاطب العلم في المسجد الأقصى المبارك هو المعني بالتصعيد الاحتلال الإسرائيلي المعني بالتصعيد نحن كشعب فلسطيني مصرين أن نصلي نحن فقط نذهب إلى المسجد الأقصى لأداء الفريضة الدينية وهي الصلاة نحن ذاهبون إلى الصلاة ولن يمنعنا الاحتلال الإسرائيلي من الصلاة هو منذ الساعة يحاول إغلاق الطرقات حول المصليين مداخل مدينة القدس يعمل على إغلاقها يحاول أن يقلل العدد بشكل كبير من المتواجدون سواء كان في باب الأصباط أو بجانب جوار الأبواب المقدسيين مصريون على الصلاة بالموازات مع هذا التصعيد الميداني كنت أقول بأن هناك الآن اتصالات مكثفة على أكثر من صعيد سواء السلطة الفلسطينية الأردن أو اتصالات أمريكية من أجل تطويق الوضع في القدس ومنعه من الانفجار هل تتوقعون أن تثمر هذه الاتصالات في القريب العاجل؟ نتنياهو يريد يطلب من أحد أن ينزله عن الشجرة وتفهمون معنى هذا المثل هو صعد على الشجرة ولم يعرف نتائج القرار الذي اتخذه وما مدى مقاومة المقدسيين لهذا الموضوع نحن لا ننظر لكل هذه الاتصالات التي تجري هنا وهناك نحن مصرون على المقدسيون مصرون على الصلاة وتحطيم هذه الأبواب والدخول إلى المسجد الأقصى من يريد أن يتحاور ويتحدث مع الإسرائيليين لإزالة هذه الأبواب نقول له شكرا نقول له على رأسنا نضعك نحن كمقدسيين وكأبناء للشعب الفلسطيني هدفنا واحد والكل يعرفه والإسرائيلي يعرفه والاحتلال يعرفه وأبناء الأمة العربية والإسلامية التي نطلب منها أن تتدخل في هذا الرأم تعرف موقفنا نحن مصرون أننا لن نصلي من تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي من تحت البنادق الاحتلال الإسرائيلي على الاحتلال الإسرائيلي أن يرحل عن الأبواب أن يبتعد عن الأبواب فليدع المسلمين والمقدسيين من الصلاة بحرية أن يدخل إلى مكان العبادة أشكر أكتا جزيلا الشكر من عقيداتنا بحرية لا نطلب شيئا آخر لمقاومة التهويد خضر دبس عذرا على المقاطع لديق الوقت كنت معنا من القدس المحتلة نبقى في شان الفلسطيني إذ أفاد مرسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال قتلت شابا فلسطينيا قرب قرية تقوع في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية ودعت سلطات الاحتلال أن الشاب هاجم جنودا كانوا في مهمة حراسة حسب تعبيرها وأنه حاول طعنهم دون أن يصاب أحد منهم هذه النشرة متواصلة معكم من التلفزيون العربي تتابعون بعد الفاصل أمر ملكي صعودي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة أردته مباشرة برئيس مجلس الوزراء أهلا بكم من جديد قال مسؤولان أمريكيان إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت وقف برنامج سري لوكالة المخابرات المركزية لتسليح وتدريب جماعات من المعارضة المسلحة تقاتل قوات النظام السورية ذلك في خطوة كانت تلح عليها روسيا حليفة الأسد من جهة أخرى عربت واشنطن عن غضبها بعد كشف وكالة أمبيلان الضولة التركية عن خرائط توضح مواقع تمركز القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية شمالية سوريا محذرة من أن ذلك يعرض جنودها للخطر مشاهد لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي على هامش قمة العشرين بألمانيا مد ترامب يده لبوتين بعد أيام يسحبه الرجل ذاته يد بلاده من خريطة الصراع السوري شيئا فشيئا فواشنطن قد تنهي برنامج دعم فصائل المعارضة السورية المعتدلة هذه ويتخض حربا متعددة الجبهات ضد تنظيم الدولة ونظام الأسد وحلفائه قبر صحيفة الواشنطن بوست ما زال من دون تأكيد رسمي أو حتى نفي لكنه فجر قنبلة دخان قد تربك بوصلة الصراع على الأرض وهو قرار اجتمع عليه ترامب وأجزاته الاستقباراتية وقد يمثل اسلاما كاملا للأسد وروسيا وإيران حسب ما يرى السيناتر الأمريكي لينسي جرهام إذ ترى الصحيفة أن البرنامج الذي بدأ قبل أربع سنوات لم يكن له سوى أثر محدود وخصوصا منذ أن دخلت القوات الروسية على خط النزاع إلى جانب قوات نظام الأسد في عام 2015 ولحق هذا القرار مفاوضات أمريكية روسية أدت إلى إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا يشمل منطقة تنتشر فيها فصائل المعارضة السورية تم الإعلان عنه عقب لقاء ترامب وبوتين في القمة ووفقا لبعض المحللين فإن قرار إنهاء البرنامج من المرجح أن يمكن الجماعات الأكثر تطرفا داخل سوريا ويضر بمصداقية الولايات المتحدة إزاء شركائها في المنطقة لكن تشابك خيوط الصراع على الأرض السورية والتجادبات الأمريكية الروسية عسكريا في سلسلة حوادثة على الأرض قد تكون دفعت واشنطن للنأي بنفسها ومن هنا فقد يفسر تسريب وكالة إنضاء الأنظر التركية مواقع تواجد القوات الأمريكية في سوريا خشية واشنطن من الغوصي أكثر في مستنقع الصراع السوري وهي تدرك تماما أنها باتت تسقط في الفق الروسي متابعة للموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الخبير العسكري والستراتيجي أحمد حمادة أهلا وسهلا بك هل هذه الخطوة الأمريكية برأيك هي استجابة للضغوط روسية؟ أم أننا الآن إذا ربما استراتيجية أمريكية جديدة تحاول أن تنسحب من الأرض لصالح التنصيق أكثر على الأرض مع الروس؟ السلام عليكم تحياتي لك والسادة المشاهدين طبعا حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من الولايات المتحدة حول إيقاف مشروع الدعم لوكالة السي آي اي لدعم الجيش الحر أو القوات المعتدلة حتى رغم أن هذا الدعم لم يكن بالشيء الكافي لا يتناسب مع وسائط الصراع الموجودة على الأرض هو دعم مالي كأجور وبالإضافة إلى بعض التدريبات وذخائر فقط وبعض الأسلحة الخفيفة من بنادق ومضادات عفا عنها الزمن 14.5-12.7 وفي أغلب الأحيان رشاشات 23 طبعا التغيرات التي جرت مؤخرا وخاصة لقاء بوتين مع ترامب في هامبورغ على هامش قمة العشرين والاتفاق على منطقة آمنة أو وقف أطلاق النار في المنطقة الجنوبية والتسريبات التي تتكلم عن استمرار هذه السياسة في مناطق أخرى أتوقع هذه التغيرات لها ارتدادات الارتدادات أتوقع إذا صح الخبر بإيقاف برنامج الدعم هذه من أهم الارتدادات وهذا سيؤثر سلبا على عطاء أو على الصراع الذي يقوم به الجيش الحر عيسو الجيش الحر يقوم في هذه النقطة لو سمحتي إذا كان برنامج الدعم الأمريكي في الأصل عرض للكثير من الانتقادات منذ بدايته مع عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما كيف يمكن أن نعكس ذلك على المعارضة خاصة في المناطق الآن التي تعرف نوع من الهدن نوعا ما طبعا البرنامج الذي كان يقدم كما قلنا أسلحة ليست بالمستوى الذي يتطلبه الشعب السوري أو تتطلبه المعركة يعني بعد دخول الروس هناك وصائد صراع كبيرة جدا هي الطائرات العملاقة التي تقصف ومختلف أنواع الأسلحة والدعم اللامحدود لقوات النظام وكذلك للميليشيات الشيعية من قبل إيران وكذلك الحرس السوري أما المعارضة السورية فتتلقى جزء بسيطا أتوقع ليس كما تتطلبه المعركة أو تتطلبه فصائل الجيش الحر بل الدعم كانت كما تريده الدول الداعمة أو المشروع الداعم أو ما يتناسب مع سياسة الدول التي تدعم وخاصة الولايات المتحدة طبعا إيقاف البرنامج الدعم من ذخائر ورواتب وغيره من التدريب سيؤثر على أمكانية الجيش الحر الذي يخوض صراعات ضد النظام وضد ميليشياته وكذلك ضد قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية وضد الإرهاب المتمثل في داعش وغير داعش وهذا يعني بأن عدم دعم الجيش الحر سيقوي تلك المكونات أو تلك الأعداء للجيش الحر وبالتالي سيد أحمد هل الآن إدارة رئيسة الممارسة الدول الداعمة أصبحت مقتنعة أكثر بأن حل الأزمة السورية يتم عبر المزيد من التنصيق مع الروس ربما مقابل تخفيف الدعم لقوات المعارضة وربما نجاح وصمود التهدئة في الجنوب السوري إلى حدود الساعة دليل على أن ترتيبات أوراق حل الأزمة هي الآن على الطاورة وتبحث بشكل جدي؟ طبعا يعني إيقاف هذا الدعم واستمرار الهدنة حتى الآن رغم بعض الخروقات التي تقوم بها قوات النظام لا يعني بأن الهدنة أو سوريا اليوم أصبحت بلد بدون قتال وبلد بدون صراع لماذا لم يتوقف دعم الميليشيات الشيعية التي لا تزال تتواكب يوميا من إيران ومن قم وفاطميون ومن باكستان إلى مطار السين عبر طائرات السي 130 وعلى طائرات الأنتنوف الإيرانية ولا تزال تتدفق هذه القوات والأسلحة على الأرض السورية وتتطلب من روسيا كذلك وإيران إقامة القواعد العسكرية الجديدة وتتدخل بشكل كبير يعني أما إيقاف الدعم عن الجيش الحر هذا إجحاف بشكل كبير في الثورة للثورة السورية وللفصائل التي قامت من أجل حرية الشعب السوري خاصة بأن الجيش الحر هو له صفة وطنية تطلب يعني تمسك في وحدة الأراضي السورية أرضا وشعبا لا يوجد له أجندات انفصالية أو أجندات أخرى إرهابية وخاصة بأن هذا الجيش ضم الضباط المشكلين من إسطنبول أعتدر على المقاطعة لديق الوقت قتل خمسة وثلاثون فرد من القوات النظامية في كمين النصبت هو المعارضة السورية المسلحة في بلدة الريحان بالغطط الشرقية في ريف دمشق أوضحت مصادر محلية أن الكمين نصبه جيش الإسلام القوات النظامية تحاول شن هجوم في المنطقة قررت دولة الكويت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري تخفيض عدد الدبلوماسيين في صفارة طهران من 14 إلى 9 ذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية العبدالي حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية كويتية وأعلن مصدر المسؤول بوزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن قضية خلية العبدالي اتخذت الوزارة ومعنا من الكويت أحسن جمال الكاتب الصحفي أهلا وسهلا بك إذن سيد حسين كيف يمكن بداية أن نفهم توقيت هذا التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق صح التوصيف بين طهران والكويت خاصة أن المخابرات الكويتية وأجهزة الأمن الكويتية كشفت أكثر من مرة خلايا بات ارتباطات إيرانية في داخل الكويت ونفذت حتى عمليات إرهابية في الكويت نعم العلاقة بين الكويت وطهران بين مد وجزر لكن العلاقة لا بأس فيها الكويت يعني سمو أمير البلاد هو أول قائد خليجي يزور طهران عام 2014 تلتها زيارة للرئيس روحاني عام هذا العام بداية مارس ونهاية فبراير إذن هناك علاقة ودية ندية مع طهران لكن بعد الأحكام الأخيرة أحد الصحف نقلت هروب المدانين بدأ النواب في مجلس الأمة باتهام الحكومة بالتخاذل فاتخذت الحكومة هذا التصعيد الدبلوماسي والتوتر ربما جاء في توقيت سياسي أيضا غير مسبوق في المنطقة والمنطقة أيضا على صفيح ساخن وأزمة خليجية تدير فيها الكويت الوساطة تبقى الكويت لم تقطع ولم تكن في سابق عهد ولم تقطع الآن علاقتها مع طهران طهران لعب رئيسي في المعادلات السياسية في المنطقة أيضا الكويت لم تقطع علاقتها مع كل أطراف المختلفة داخل البيت الخليجي لا زالت الكويت هي الوسيطة كانت ولا زالت في ملف العلاقات مع طهران بين دول الخليج لا زالت الكويت تلعب دور الوسيط بين دول الخليج المختلفة بين قطر والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة لم تقطع علاقاتها وشبكة علاقاتها مع الأطراف المختلفة الدور الذي تقوم به الكويت منذ سنوات طويلة وعقود ماضية لا زال هو كما هو لذلك لم تقطع العلاقة تماما ولكن مرتدادات هكذا قرارات ديبلوماسية من هذا الحجم على العلاقات الإيرانية الكويتية لم أسمع سؤال كنت أسأل سيد حسين عن إذا كانت الكويت تحافظ على علاقة جيدة على الأقل مستقرة مع طهران بالمقارنة مع باقي الدول الخليجية لكن ملفات من هذا النوع ملفات خلايا إرهاب تموس الأمن القومي الكويتي والخليجي كيف يمكن أن تؤثر على العلاقة البينية بين إيران والكويت الآن تأثرت العلاقة اليوم العلاقة بين الكويت وطهران ليست كالأمس لكن هذا لا يعني هناك قطيعة لا يعني أن الكويت أوقفت علاقاتها مع طهران ستتأثر التجارة والمال والتواصل وبالأخص اللجان المشتركة بين الأطراف بين طهران والكويت لكن هذا لا يعني أن الملف السياسي أصدر العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مجموعة من الأوامر الملكية تقضي إحداها بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وربطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتضمنت الأوامر إعادة هيكلة وزارة الداخلية عبر فصل عدد من أجهزتها وضمها للجهاز الجديد برئاسة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهوريني مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة وبحسب الأوامر الملكية يكون كل من وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة عضوين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية وشملت الأوامر أيضا ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة كما أعفى المرسوم الملكي حمد العهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وعين الفريق أول سهير المطيري خلفا له ينضم إلينا عبر الهاتف حول هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي عادل الحامدي بداية سيد عادل في أي سياق يمكن أن نفهم ما جاء في الأوامر الملكية التي يصدرها العاهل السعودية اليوم سعودية تأتي في سياق التغيرات السياسية المتسارعة في المملكة العربية السعودية منذ سعود الملك سلمان إلى الحكم وتوجهه لترتيب الأمور لنقل السلطة إلى نجله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وتأتي هذه القرارات أيضا بعد قرارات جريئة وربما غير مسبوقة حيث تمت إقارة ولي العهد الأسبق محمد بن نايف وأيضا المعلومات المتزايدة عن أن محمد بن نايف قد تمت إقارته بطريقة قصرية والظروف الصعبة التي يعيشها الآن محمد بن نايف ربما تحت الإقامة الجبرية والمعلومات المتواترة التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن أن أمر يتعلق بانقلاب سياسي يجري بشكل متسارع في المملكة العربية السعودية تأتي أيضا هذه القرارات الأمنية بإلحاق جهاز الأمن برئاسة منزل جراء وهي يتولى هذا المنصب يتولى العهد السعودي الملك سلمان حاليا أو نائبه وهو نائب رئيس منزل جراء وولي العهد وهو نجله محمد بن سلمان في سياق بعد أسابيع قليلة من تأسيس ما سمى بإنشاء نيابة عامة مستقلة في القضاء وهي نيابة عامة أيضا ألحقت بالقصر الملكي بمعنى أنه الآن كما لو أن تجميع السلطات كلها يبدو في البؤسسة الملكية وأن هذا يأتي في سياق إعداد المناخ الملائم لإعلان تولي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ربما يتوج ملك الملائم الأمريكي إذا افترضنا كل هذه الفرضية التي قدمتها سيد عادل هل يمكن أن يمر هذا الأمر بالسلاسة دون أي معارضة برأيك؟ التقارير المتزايدة والأسف الشديدة التي تلقلها وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أن الأمر في الملائم الأمريكي ليس على ما يرام وأن الاستقرار ليس استقرارا كاملا وأن الأمير محمد بن نايف الذي ربما روجت بعض التقارير التي تم تروجها في بعض وكانت الأنباء العالمية عن أنه ربما يتعاطى أيضا بعض الأدوية نتيجة عملية الإختيارة تعرض لها وهي أدوية ربما تقول هذه التقارير أنها قريبة من الأدوية المخدرة وربما هذا كله يدخل في سياق التهية كما قلت لك وهي تهية كما تقول وسائل الإعلام الأمريكية قد تواجه بعض القرق وبعض أيضا التوتر بين العائلة الملكة وهو أمر لا يمكن لنا نحن المتابعين في الإعلام العربي أن نتحقق منه طالما أن مصدر البعلومة الوحيد الذي يمكن أن يكشف لنا حقيقة ما يجري هو وسائل الإعلام الأمريكية ويمكنك العودة إلى اليورك تايمز والحديث عن ما سمته بالانقلاب الناعم أو الهادأ في المملكة العربية السعودية الكاتب والمحلل السياسي عادل الحمد أشكرك جزيل الشكر نوصل هذه النشرة معكم من التلفزيون العربي تتابعون فيها بعد هذا الفاصل زيباري يقول أن أربعين ألف مدني قتلوا في معركة الموصل والسلطات العرقية تنفي وتتحدث عن نحو ألف وأربع مئة قتيل أهلا بكم من جديد قال هشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن أكثر من أربعين ألف مدني قتلوا في معارك الموصل من جهتها قالت أكارة الإعلام الحربية أن التصريحات زيباري غير دقيقة وإذن الإحصاءات الرسمية تشير إلى ألف واربعمائة وتسعة وعشرين جثة جرى انتشالها انقشع غبار معركة الموصل عن مأساة إنسانية بحق المدنيين إذ لم يكن التشريد وحده معاناة أهل المدينة وإنما المأساة التي بدأت تتكشف بعض جوانبها تتجلى في أعداد القتل الذين قضوا بين الأنقاض وأولئك الذين راحوا ضحية أعمال الانتقام بعد انتهاء المعركة بحسب منظمات إنسانية محلية ودولية يرى البعض أنه من المبكر الحديث عن أعداد الوفيات فعمليات رفع الأنقاض ما زالت في بدايتها إلا أن تقارير تحدثت عن أرقام مهولة من الضحايا المدنيين كان آخرها ما كشفت عنه صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلا عن وزير المالية العراقي السابق هوشيار زيباري الذي تحدث عن مقتل نحو أربعين ألف مدني في معارك استعادة المدينة ما زالت جثث معظمهم متفونة تحت الأنقاض اتهامات قابلتها وزارة الدفاع العراقية بالنفي وأشارت إلى مقتل أكثر من ثلاثين ألفا خلال المعركة جميعهم من مقاتلي التنظيم الحديث عن انتهاكات بحق المدنيين لم يتوقف حتى بعد انتهاء القتال فقد اتهمت منظمة هومان رايتس ووتش القوات العراقية بإعدام مدنيين فارين من المعارك واستندت في اتهامها إلى أدلة موثقة بأقوال شهود عيان ومراقبين دوليين هنا في برطالة شرقيا الموصل تقبع في هذا المخيم عائلات منتسبين إلى تنظيم الدولة تقول السلطات العراقية إن الغرض الرسمي للمخيم هو إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل النفسي والفكري لهم فيما تقول هومان رايتس ووتش إن عزلهم عن باقي النازحين هو شكل من أشكال العقاب الجماعي وتبقى مشاهد الدمار المرعبة هذه خير توثيق لمعاناة أناس ممن دمرت منازلهم أو فقدوا أحبة لهم وخسروا كل شيء في معركة لا يكتمل النصر فيها إلا باحترام كرامة الإنسان قالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكية إنها دعاة سهر الرئيس الأمريكي وابنه ومدير حملته السابقة للإدلاء بشهادته من الأسبوع المقبل بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته فرحين بالفوز بالرئاسة لكنهم اليوم باتوا مثقلين بتبعات ذلك الفوز فالتحقيقات المتعلقة بتواصل حملة ترامب مع القيادة الروسية خلال الانتخابات لا تزال مستمرة وغدت اليوم أكثر اتساعا وتعقيدا فالنجلة القضائية بمجلس الشيوخ تستدعي دونالد ترامب الإبن وبول مانفورت مدير حملة ترامب السابق لدلائب شهدتهما في جلسة توقعته في السادس والعشرين من الشهر الجاري محامي جاند كوشنر زوج ابنة ترامب يؤكد كذلك أن موكلة سيمثل أيضا أمام أعضاء مجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم كل تلك الاستدعاءات تأتي في سياق ما تم الكشف عنه من لقاء ابن ترامب والصهر ومدير محملته السابق وخمسة أشخاص آخرين بمحامية روسية في التاسع من حزيران يونيو العام الماضي والهدف من ذلك الاجتماع كان تزويد حملة ترامب بمعلومات توسيء إلى منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ومع افتضاح أمر ذلك الاجتماع أعلنت المحامية الروسية ناتاليا فيسلين تاسكايا استعدادها للمثل أمام مجلس الشيوخ الأميركي لتوضيح ما جرى خلال الاجتماع المحامية الروسية التي نثت مرارا أي صلة لها بالكريملين قالت إنها بحثت مع دولاد ترامب الأبن قضية تبني أطفال وبعيدا عن عائلة ترامب ولكن قريبا من قضية ذاتها يوجه ترامب ضربة موجعة لوزير العدل جيف سيشنز الذي نأى بنفسه عن التحقيقات الجارية إذ قال ترامب إنه لو كان يعلم أن سيشنز سيتنحى عن التحقيقات لما كان عينه في منصبه ومع استمرار التحقيقات في القضية يطل عشرون نائبا ديمقراطيا بمذكرة لحجب الثقة عن ترامب في مبادرة رمزية تصلت الضوء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأميركي أقام المصور الفلسطيني ويدعى فادي ثابث معرض صور تضمن ألف صورة علقت على جدار ميناء غزة البحري شملت صورا التقطها خلال السوانوات العشر الماضية للحياة في غزة كما شهدت مدينة الزهراء وسط القطاع فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للفن الشعبي ذلك بالتزامن مع فعاليات المهرجان في الضفة الغربية على جدران ميناء غزة البحري الفصورة من المدينة المحاصرة التقطها مصور فلسطيني شاب على مدار سنوات الحصار العشر وثق من خلالها لحظة الفرح والحزن وسعة الحروب وأثارها تحدي في الرقم والاسم أنه إحنا منبعث أول حاجة ألف صورة من المدينة المحاصرة ما فيش على مستوى العالم كل حدا عرض ألف صورة وبعدين إحنا من خلال من خلال يعني أنه كيف يعني يخرج من هذه المدينة المحاصرة التي شبعت من القتل والدمار وشبعت من الدم وشبعت من القصف وكيف يخرج منها أعمال جميلة المعرض حضره العشرات من المواطنين والمصورين يقول صاحبه إنه جزء من حمل رسالة الأمل من غزة المحاصرة لا يختلف الثان بشأن أهمية الصورة بالنسبة للفلسطينيين لنقل مرارة الواقع الصعب الذي يعيشونه لكن الصورة ليست كل شيء بالنسبة لسكان القطاع المحاصر ضمن محاولات اختراق جدار الحصار على وقع الأنشيد الوطنية الفلسطينية بحضور لافت انطلقت فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للفن الشعبي حاملا عنوان الأرض في نسخته لهذا العام هي نوع من أنواع التنفس للشعب الفلسطيني والشغلة الثانية أن الوطن بمس القلب بسرعة بس طبعا محتاج مهرجانات زي هيك والتفالات زي هذه تغير الناس تغير جوت وتنمسة تظل أنه ما فيش شيء لكهربة ولا مية إحنا نفسنا زهانين وطلعنا بسبب القيود على المعابر لم يستطع أي من الفنانين العرب أو حتى الفلسطينيين من خارج قطاع غزة المشاركة في هذه النسخة من المهرجان كما سابقاتها وهو ما جعله يقتصر على عدد من الفرق المحلية فقط بس الخلافات تلفزيون العربي قطاع غزة ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة